السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤلفنا على الزراعة وشنون العثمانيين حاولوا أن يطوروا من الزراعة لكن هناك جانب ثاني هي جانب التجارة التجارة والصناعة الداخلية التجارة كانت نوعين والتجارة الداخلية التي تعتمد على الصناعات شنع الصناعات مثل المنسوجات وهذه المنسوجات كانت تصير بالبيوت أو بورش صغيرة العثمانيين ما سواء ولا معامل ولا شيء لكن حتى يسيطرون على الجودة قسموا هذه الصناعات إذا تريد تشتغل بشغلة فلازم أكون طوائف وأصناق وآخر يعني طائفة بها والمسيطر عليه صعولة شيخ الكار هذه الصناعات أيضا ما سلمت ليش ناثستها الصناعات البريطانية التي جاءت من الهند عن طريق شركة الهند الشرقية لأن بريطانيا كانت محتلة الهند لمدة 500 سنة والذي زاد الطين بل أنه سنة 1869 تم افتتاع قناة السويس فصارت البضاعة تجي من الهند إلى العراق بكل سهولة هذه الشغلة أثرت على التجارة بالعراق وخلت الركود مالة التجارة والصناعة يعني طريقة مو طبيعية البضاعة الأجنبية غزة الأسواق والعراق بعد ما يدري تنافسوا بها وصارت عندنا مشاكل كثيرة المشاكل مثلا المشاكل العشائرية عشيرة يتقاتل عشيرة وأكيد رح يقتلون التجارة أو يقضعون الطرق الشغلة الثانية من المشاكل اللي صارت في هذه التجارة هي طرق النقل طرق النقل كانت تعبانة كل شيء يعني نجوز هسا عدنا تبنيت قبل ما كانت تبنيت ثالث شغلة سوء التخزين يعني إذا الطرق كانت زينة لمن يواصلون البضاعة البضاعة ينقوها خربانة الشغلة المهمة هي تبديل العملة يعني عندنا تجارة ببغداد لما يعني حملوا بضاعة وراحوا للبصرة البصرة يقول لك احنا ما نتعامل مع العملة اللي كانت موجودة ببغداد حيصان عندنا مشكلة نقول هاي كنا تجاوزناها راح تجي إلى ثقل الضرائب ليش لأن الحكومة العثمانية فرض الضرائب قوية كلش عن يمن على التجار زين نجي إلى التجارة الداخلية العفو التجارة الخارجية يعني تصدير خارج الوطن هاي التجارة الخارجية بالأكس شاهد مضرحة من الشعب العراقي لأن قلنا بعد فتح قناة السويس أصبحت هناك معاهدات واتفاقيات بين أوروبا وعثمانيين وهنا إجوا التجارة الأوروبيين وخاصة اليهود اليهود اللي سيطروا عن يمن على العراق بتجارتهم لأنه كانوا كيهم يعني رؤوس أموال وان هاي المشاكل كلها اللي صارت بالعراقيين العراقيين بقوا يعني ساكتين ومتحملين بس اللي داس بالبطن زيادة هي أن الحكومة العثمانية فرضت نوعين من الضرائب شمية؟ أولا الضرائب الشرعية يعني شون ضرائب شرعية؟ يعني نقول العشر وغيره الأموال الشرعية إلى آخر هنا الجزية لكن أكو ضرائب غير شرعية هيو شيء الوان العثماني ينام ويقعد يسوه ضريبة مثل ضريبة الباج يعني شن ضريبة الباج؟ ضريبة الباج إذا أنت تريد ما نرسمهن معينة فلازم عندك تصريح وهي التصريح يبطيك عليه باج وهذا الباج عليه شنو؟ عليه فلوس ضريبة القبان يعني إذا أنت تريد توزن عندك منتجات تريد توزنها فهاي ضريبة القبان ضريبة الطمغة مثلاً إذا عندك بضاعة وهاي البضاعة صالحة للساء الله راح يسولك طمغة وهاي الضمغة أيضاً عليها ضريبة والمشكلة الأكبر ضريبة القودة شنو هاي؟ يقل لك أي شغلة دقودها أحصان جمل بعير جمل لبعد نفسه بعير أوكي بقرة أي شيء دقوده بيدك هاي عليها ضريبة وهنا يلقين العثمانيين ما شاء الله ينام ويقعد يلقى ضريبة كل هاي أثرت سلباً على التجارة والصناعة في العراق